ومن هنا خلوني أرجع بحضراتكم بقى على شغلنا وتحديدا على النشاط الرئاسي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة اجتمع مع سيدة الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وجه فخامة الرئيس بمواصلة جهود كل الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اللي بتهدف إلى تسخير إمكانات الدولة للتعامل الفوري مع مختلف بلغات الطوارئ من الموطنين كمان مع كافة أنواع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات فخامة الرئيس اطلع في الإطار ده على تطورات إنشاء منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة واللي منتظر تعميمها على مستوى الجمهورية القطر المصري كله واللي بتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا اللي لم تكن هي الأكبر وبتهدف لسرعة احتواء ومواجهة أي نوع من أنواع الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث لا قدر الله بكفاءة تمة وخلال إطار زمني محدد في الشغل بتاعنا العادي المدني نسميه service level أو مستوى الخدمة يعني يقول لك مثلا مثلا على إنه سيارة الإسعاف تصل إلى المريض مثلا تصل إلى المريض من وقت الإبلاغ مثلا في مدة أقصاها سبع دقائق هنعمل إيه علشان نخلي العربية توصل في مدة أقصاها سبع دقائق مش عارف المطافي توصل فأد كده من الدقائق آه سيارات الشرفة أو النجلة تصل فأد كده من الدقائق هو ده بالمناسبة أو ما قد يكون بعد الشر عن الجميع أكبر أو أفدح لا قدر الله وربنا ما يجيبش أحاجة وحش تعرف في أمريكا سعاد بيدخلوا حاجة اسمها الحرس الوطني كويس؟ في مثل هذه المنظومة بس عند الأمريكان لما الناشنال جارد ده بيشتغل على أنا بقولك عليه ده أو بالتحديد اللي الرئيس بيتكلم عنه تهمت أنا بقى؟ طيب يعني تحقيق السيطرة الكاملة التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة يعني من الآخر هتبقى كل مؤسسات الدولة في حالة جائزية تامة وبمستوى فائق من الكفاءة ويستخدم أحدث وأعلى أنواع التكنولوجيا علشان بإذن الله أي أزمة تحل بإذن الله